كما أصدر محافظ جنوب سيناء خالد مبارك قراراً بشأن تعديل تعريفة الأجرى للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السيرفيس والتكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المدن وحرص محافظ جنوب سيناء على متابعة سير العمل بمدن المحافظة مع رؤساء المدن داخل محطات تموين السيارات ومواقف السيارات والأوتوبيسات الداخلية وبين المحافظات من داخل غرفة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ